خلينا نرجع شوية للمسرح اليوم نشوف المسرح بسوريا واللي أنت حققت فيه ناجحات عدة غايب تماماً عن المشهد مقارنة بالدراما برأيك مساحة الحرية إلا علاقة بالموضوع؟ بالمناسبة مساحة الحرية بالمسرح أكبر المشكلة بعلاقة المسرح بالأعلام هذه العلاقة هاي العلاقة شوي إشكالية المسرح في سوريا لم يتوقف خلال سنوات الحرب أنا من الناس اللي قدموا حوالي ست عروض مسرحية خلال سنوات الحرب وأنا أذكر تماماً 2014 كنت عماية من المسرحية إلى لبريخت دائرة التباشير الصالة كومبلي ومددنا حوالي عشرة أيام إضافية أذكر خلال العرض كان يهتز المسرح أكثر من مرة لأنه مواقع القصف كانت قريبة من مكان المسرح ومع ذلك كان الجمهور عم بكرة أبي المسرح مشكلته كبيرة وعويصة هو فن يواجه تحديات في العالم العربي كله لكن هو مسكين على مستوى البوار على مستوى ما يقدم له على مستوى تكريسه في رآب شديد علي بسوريا بالعكس هو هوامش واسعة جداً لأنه نوعي أنت بالآخر أي مسرحية بتعرضها شهر لن يتعدى عدد مشاهدين حتى المسرح السياسي كمين؟ حتى المسرح السياسي لا لدينا هوامش تجارب الماغوط التي بقيت الواضحة طبيعة العروض التي قدمناها نحن و جيلنا الآخر والراحل كبير فواس ساجر كتابات الراحل صعد الله والنوس لا الهوامش السياسية في المسرح أكبر والهوامش المعرفية أكبر لكن البوار الإنتاجي هو أضعف وأقل للأسف يعني عندما يكون المسرح بخير أعتقد أن المجتمع بخير المجتمع كيف اليوم؟ لك نعم ننوح ولك نترحم على الأيام الغابرة أكيد في شبه موت سريري أكيد في لخبطة في صورة مشوشة لكن سينهض يوماً ما على أمل أستاذ أيمن أنت أول انتشار فعلي حصدته كان بفضل مسلسل نساء بلا أجنحة عام 1987 83 ب83 فإذا بدنا نضبطها كمان لا لازم نضبط ب83 هو أول مسلسل من خمس حلقات اشتغلت فيه بالتلفزيون أما فكرة الانتشار بقدر أولى بصراحة بدأت ملامحة الأولى بالدغري مسلسل الدغري مع الكبير دوريد لحام عام 1991 لكن النقلة الخاصة كان بنهاية رشل الشجاع عام 1993 رح نحكي عنه يعني هذا ممكن يكون بس هون بنساء بلا أجنحة بيك صار يقول أنا الجيران عام يقولولي أنه أنا بي للمشهور اعترف فيك قبل ذلك منذ بدأت كما قلت لك أن أكون أسير لكتبي اكتسبت شرعية مبطنة من الوالد الأفصاح عننا كان بفيلم أحلام المدينة أحلام المدينة ودرجة الأفصاح أنه سمح لي أخذ أشقائي التوأم أحبهم كثيراً وائل ومهند وكانت أعمارهم صغيرة إلون دور في الفيلم صامت بس كانوا بدهم توأم أولاد الراحل ناجي جبل سمح لي أن أصطحب كانوا عم يدوروا على توأم هني فقلت لهم أنا أخواتي توأم براحي وبسعادة سمح لي أصطحب أشقائي اتنين إلى هذا الفيلم وصوروا معي حلو وساعتها أنا أخذت الختم بالموافقة من الوالد على مشروع تتذكر أول أجرت قاضيته أدي كان؟ هي طبعاً أعتقد لا أتذكره تمام بس أعتقد يعني حوالي ستمائة ليرة سورية ستمائة ليرة على المسلسل شو عملت فيه وقته؟ أنا كنت مستجر بيت صغير جداً كان لدي طفلين لما بلشت الاحتراب كان لسه بدون أولاد أولاً بس عشت فيه بعدين وأنا عندي طفلين دفعت فيه أجرت بيت واشتريت لأخواتي سيشوار كان السيشوار في ذاكاً الحين عندي أخت شعرة كمان فيه تجعيد فجبت السيشوار يمكن اشتريته شي 150 ليرة وجبت لأمي أول حلق ديري يعني سميه ديري هيك حلق بنتك تذكر الوالدي بشي جباري هدول أول شي جبتون والباقي دفعت إجرة البيت وصرفت بعضهم على ملزاتي الشخصية يعني بعدين طب واليوم استاذ أيمن الفن خليك تجمع ثروة؟ أنا اشتغلت كتير يعني أنا اشتغلت كممثل ما يزيد عن ميد موساس اشتغلت كمخرج كمان عدد لا بأس به من الأعمال وبالسينما وبالمسرح سنوات طويلة هلأ شو الثروة يعني أنا تعرضت لي خسارات بالحرب لولا خسارات الحرب ممكن يقول إني أنا مرتعكتي واليوم الحمد لله عايش ومكتفي أكيد بس ما في ثروة مشكلة ما حيصدقوني اللي بدوا يصدق يصدق ما عندي ثروة لا ما في لا لا ما عندي ثروة ما عندي ثروة ولا عندي نصف ثروة خسرتون بالحرب قسم كبير يعني تحويشة عمر بيتي بنيت بيت البيت الحلوم بالنسبة إلي وين بمنطقة قريبة من دمشق على بعد حوالي 18 كيلو كان عندي معدات يعني كمان مشروع للشركة صغيرة لكن حالي كحال كل السوريين الذين خسروا يعني كل السوريين خسروا في الحرب وأنا واحد منهم ولن أتوقف عند هذه النقطة تعرف شو بتبدل أنت بترتاح بتتبدل ماذا يبهجك ماذا يفرحك بالوقت اللي كان يفرحنا فيه مثلا الشيشة للصغيرة أو التليفزيون بدل إبران أو سيارة فارهة أنت صغر أحلامك شوي بتضل عندك سروة دائما على سيرة البدلة أنت بعدك لليوم بتهتم بأناقتك مين بيهتم لك؟ بله عن جد لا والله الصديقة أنا سلوم هي تهتم بتفاصيل تعمل معي هي تهتم بهذه التفاصيل بالمرحلة الأخيرة وبعدين أنا لا ما بيهتم بأناقتي والله والله عادي وحياتك أستاذ أيمان قبل ما أطلع فاصل إعلاني في نوعين من الرجال الرجل اللي بيقطع جناحات المرأة بحياته بحجة عقلية الرجل الشرقي باعتبار نحنا بمحطة نساء بلا أجنحة ورجل بيخليها تفرد جناحاتها ليطيروا سوا أنت من أي نوع والله صحيح السؤال والله هو لا معقد لأنه أنت حطيتني بين خيارين بين رجل منغلق ذهنيا إلى أبعد الحدود وبين رجل منفتح إلى أبعد الحدود أنت وين؟ أنا بحبة ترفرف بمحلة في شكلين متحليق في بلا جناحات وفي جناحات الطير وفي ترفرف بالفضاء وفي جناحات الطير والسوا الصورة شوي رومانتيكية رومانتيكية مبالغ فيها خليها تطير بس بسمائي أنا في فكرة أنه أنت اطلق للأجنحة أنا رأيي تطلق الأجنحة للمرأة خليها تطير بس حدد سماك يعني بمعنى السماء اللي بتخص ليه بدك تحدد لأنت؟ تقييد حرية؟ ليس عقلية حرية نحن بالآخر منضبيطين بقيام مربعين عليها لا يعني أبدا لست مع الانغلاق المطلق ولسته أيضا مع الانعطاق اللامحدود أنا قلت أنت بتحدد الفضاء الفضاء وعموما شريكتك رح تكون هو فضاها نفس فضاء وبنفس الجغرافية لتأوستور بشأنك اخترته بعد لأنه هي ما حتقبل كمان أنك أنت تروح لفضاءات تانية فنحنا منكبر الفضاء قد ما فينا بس هو فضاءنا نحنا وحلق وطير بهذا الفضاء شكرا لكم